عسكريا دشنت شعبة تدريب ومدرسة القتال بالمنطقة العسكرية السالسة المرحلة الثانية من العام التدريبي 2023 بتخرج دفعة مهارات قتالية وحركة نظامية من اللواء الأول احتياط وفي كلمة خلال التدشين نقل مساعد رئيس هيئة تدريب العميد الرقم عبدالخالق منصر للخرجين وللحضور تحيات القيادة السياسية مؤكدا اهتمام قيادة وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان العامة بالمقاتلين الأبطال في مختلف الميادين وأكد العميد منصر أهمية هذه الدورات التدريبية النوعية لما يترتب عليها من مهام ومسؤوليات في الميدان وإحداث فارق في مواجهة ميليشيا الحوث الإرهابية التي ارتكبت كل الجرائم بحق الشعب اليمني من جانبه أشاد رئيس أركان المنطقة العسكرية السالسة العميد محمد بن راسيا بمستوى المهارات القتالية العالية التي أظهرها الجنود خلال العروض المتميزة مشيدا بجهول شعبة التدريب ومدرسة القتال في إنجاح هذه الدورات التدريبية النوعية وأكد العميد بن راسيا أن المعركة الوطنية الفاصلة مع الميليشيا الحوثية الإرهابية بحاجة إلى مثل هذه النماذج المؤهلة لتغيير موازين المعركة والسعادة الدولة وإنهاء الانقلاب المدعوم إيرانيا هذا وشهد الحفل عرضا عسكريا رمزيا للوحدات المتخرجة عكست مستوى الخبرات والمهارات القتالية العالية التي اكتسبها الجنود خلال فترة التدريب